السلام عليكم إخواني وأخواتي الكرام مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد أول شيء إخواني وأخواتي تلاحظون هذه الكلمة التي كتبتها بشكل بخط عريض وأحمر حتى تلاحظوها هناك كلمة فيشتش فيشتش تعني شيء مهم مهم ماذا يعني بهذه الكلمة؟ أن هذا الدرس مهم كما تلاحظون هنا إن ناخ هذه ثلاث حروف الزر التي تشكل عائق ومشكل بالنسبة لكثير من الناس المبتدئين في اللغة الألمانية أو أي الأشخاص الذين يتكلمون اللغة الألمانية بطلاقة أيضا فيعملون أخطاء بهذه الحروف لأنها كلها تعني إلى لكن هناك اختلاف في أي وقت يجب علينا أن نستعمل إن في أي وقت يجب علينا أن نستعمل ناخ وفي أي وقت يجب علينا أن نستعمل تسو كل هذه الأشياء سنسترق إليها إن شاء الله في هذا الدرس ونشرحها بطريقة جيدة سأعطيكم في أول شيء تعريف أو الحالات التي نستعمل فيها إن ثم الحالات التي نستعمل فيها ناخ والحالات التي نستعمل فيها تسو ونعطي أيضا بعد الأمثلة أمثلة مع إن وأمثلة مع ناخ وأمثلة مع تسو لهذا أنصحكم إخواني وأخواتي بمشاهدة الفيديو إلى الآخر لكي تستفيدوا من جميع النقط وأدعوكم أيضا إلى الاشتراك في القناة وضغط على زر تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد من هذه القناة وأيضا كي تدعمونا وتدعموا هذه القناة لكي تحفزونا بعض الشيء لنعطي الكثير من الدرس كما تلاحظون درسنا اليوم فهو الدرس الرابع عشر من سلسلة تعلم اللغة الألمانية من الصفر إلى الاحتراف وستكون هناك دروس مستقبليا دروس كثيرة وكثيرة جدا إذن لا أطولوا عليكم إخواني سنبدأ في الدرس في درسنا اليوم إذن هنا حرف جر إن الحالة التي نستعمل فيها هذا الحرف نستعملها عند الذهاب إلى أماكن مغلوقة عندما يكون مكان مغلوق مثال أعطيتكم مدرسة أو مكسب أو مستشفى أو أي شيء مهم أنه يكون مكان مغلوق والشرط الثاني أنكم ستدخلون إلى هذا المكان إذا ذهبتم إلى مدرسة ولم تدخلوا إليها فهنا حرف جر إن فهو خاضئ يجب عليكم أن تكونوا ستدخلون إلى هذا المكان فهذا عندما يتحقق هذا الشرط فيمكنكم أو يجب عليكم تستعملوا حرف جر إن أو أيضا شرط آخر إذا كنتم هذا الشرط واحد إذا حقق فقط شرط واحد فيمكننا أن نكتب أو نستعمل هذا الحرف إن أو نعبر عن مكان تواجدنا أنت تتواجد في المدرسة فستعمل إن أنت تتواجد في المستشفى تستعمل إن أنت تتواجد في المكتب تستعمل إن مكان أن تكون تتواجد فيه لكن عندما تكون تتواجد عند شخص فلا تقول إن بل تقول باي باي فهذا هذه تسمى أو حرف الجر فتسبق واتطرقت إليها في فيديو سابق إذا كان لديكم إخواني وأخواتي مشكل مع هذه الحروف فالفيديو السابق يمكنكم أن تشاهدوا وتستفيدوا منه إذن هذه هي إن حرف جر إن الآن حرف جر نخ نخ أيضا يعطينا إلى لكن الحالات التي نستعملها نستعمل هذا الحرف فيها هي نستعملها عند الذهاب إلى مدن عندما تكون ذاهب إلى مدينة تقول أنا ذاهب إلى هذه المدينة بنخ أو دولة أو المنزل هنا ستطرحون سؤال وهو كما قلت لكم أماكن مغلوقة وندخل إليها أو مكان تواجدنا فنستعمل إن والمنزل أيضا مكان مغلوق لكن هذه حالة خاصة مع المنزل نقول نخ أنا ذاهب إلى المنزل نقول نخ أو أنا متواجد في المنزل فلا نقول إن نقول حرف آخر سأعطيه لكم أيضا بعد قليل إذن نخ نستعملها كما قلنا إذا كنا ذاهبون إلى مدينة أو دولة أو المنزل أيضا هنا لدينا تسو حرف جر تسو أيضا إلى شروط سعمالها نستعملها مع الأشخاص إذا كنت ذاهب عند شخص صديق أو أي شيء مهم أنه يكون شخص عند الذهب إلى شخص أو طبيب مثلا أو الذهاب إلى أماكن وعدم الدخول إليها عندما تذهب إلى مكان مثال هنا قلنا أنا ذاهب إلى المدرسة عندما تكون ستدخل إلى المدرسة ستقول ستقول أنا عندما تكون ستدخل إلى مدرسة فتقول إن إذا كنت ستبقى فقط عند الباب لتذهب إلى طفلك لتوصل الطفل أو أي شيء فتقول سو لا تذهب أو أيضا بعض الأماكن التي هي أماكن لكن لا ندخل إليها لا ندخل إليها مثال محطة القطار محطة القطار محطة القطار فهي رغم أنها بناية ليكون بناية لكن في محطة القطار بالداخل أينما يتواجد القطار والسكة الحديدية فهذا ليس بمكان مغلق لهذا نستعمل سو أو أيضا إلى العمل عمل فهو فهو أيضا مكان نستطيع أن نقول أنه مكان سأنا ذاهب إلى العمل فهو مكان لكن لا ندخل فيه فهو ليس بمكان مغلوق وندخل فيه وهكذا نقول أيضا تسو تذهب إلى مكان ولا تدخل إليه الآن هذه هي الحالات التي نستعمل فيها حرف جر إن ناخ وتسو الآن سنعطي بعض الأمثلة أمثلة عن هذه الحروف باي شبيلة باي شبيلة باي شبيلة أول شيء وهو نبتدئ بحرف جر ناخ والذي قلنا هو الذهاب إلى مدن أو دول أو أو منزل إشفاق لأيش ناخ هامبورغ إشفاق لأيش ناخ هامبورغ هامبورغ هي مدينة ألمانية مدينة توجد بألمانيا فتسمى هامبورغ فهي يدي إشفاق لأيش ناخ هامبورغ فاغن فهي تذهب بالقطار أو بالسيارة أو بدراجة أو أي شيء إش غايز نكس مونات ناخ فخاك خايش أنا مسافر الشهر المقبل الشهر المقبل سأسافر إلى دولة فرنسا دولة فرنسا هنا كما تلاحظون دولة إش كيه ناخ هاوز كما قلت لكم المنزل فهو حالة خاصة ونقول معه ناخ وليس إن ناخ وليس إن هنا إش بين أف دم بيك ناخ بيرلين أنا في طريقي هنا نسبة أن نقول في طريقي أيضا دائما عندما نقول في طريقي نقول ناخ أو إذا كان شخص فهذا شيء آخر في طريقي أو في طريقي تعني أنا في طريقي أو في الطريق إش بين أو في طريقي ناخ بيرلين مدينة أيضا قلنا بيرلين هنا إن حرف جر إن والذي يعطينا أيضا مكان لكنه يكون مقفول كما قلنا مكان مغلق أو 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 آآ شيء آخر أو مكان تواجدك أين تتواجد أنت إش كه إن دي شول هنا إن دي شول فتعني أنك ستدخل إلى المدرسة أنت تلميذ أو أي شيء أو أستاذ وذهب إلى المدرسة ستدخل إليها تقول إش كه إن دي شول هنا كما قلنا مكان نعبر عن مكان تواجد تواجدنا فنقول إش بين إن دي شول أنا في المدرسة إن دي شول هنا كما قلت لكم مكتب فمكتب أيضا أن يكون مغلوق إش كه إن سبيغو إش كه إن سبيغو فهدي تعني في الأصل داس إن داس بيغو لكن في اللغة الأمانية كما قلت لكم في درس سابق نقوم ب نقوم ب بيت الخيس الأشياء هنا إش بين إمتيات داستيات إمتيات أنا في المسرح في المسرح داخل إلى المسرح داخل إلى قاعة المسرح هنا فيزن إمكينو فيزن إمكينو نحن في قاعة السينيما أو في السينيما داخل إليها هنا إش كه إن دي مشيه أنا ذاهب إلى المسجد أنا ذاهب إلى المسجد ستدخل إليه ستدخل إليه هنا لدينا حرف جر وهو إلى الطبيب كما قلنا كما قلنا في الدرس سابق فهو من التي التي حرف الجر التي تعطينا الداتف لهذا أصبحت لنا تم أدعوكم إلى أو أنصحكم بمشاهدة الدرس سابق إذا كان لديكم مشكل مع الداتف إش بين آف ديم بيك كما قلت لكم آف ديم بيك وهي في الطريق إش بين آف ديم بيك تم آت هنا قلنا إش بين آف ديم بيك ناخ بيلين لأنها مدينة آف ديم بيك ناخ وهنا آف ديم بيك تم آت لأنه شخص تم آت وهنا إش فاغ تومينم فات إش فاغ تومينم فات فهنا أيضا شخص وأعطيناه حرف جر تسو إش كه تم بانهوف وهنا كما قلت لكم بانهوف وهو محطس القطار لكنها ليست بمكان مغلق وندخل إلى مكان مغلق لاحظوا معي فهو مكان مفتوح لهذا نقول تم بانهوف أو إذا كان مكان مغلق وسن آآ كان مكان مغلق ولن ندخل إليه فهذا هنا نستطيع أيضا أن نستعمل حرف جر تسو هنا إشكهة تسو آبايت هنا أنا ذاهبني إلى العمل لكن العمل فهو مكان نعم لكن ليس بمكان مغلق إذا قلت أنا ذاهب إلى الشركة شركة أينما أين تعمل إلى الشركة أو إلى المكتب أنت تعمل في مكتب تذهب أنت هنا تعني المكتب مكتب فهو مكان مغلق فتقول إن لكن هنا نقول دي آبايت هي العمل العمل هو اسم العمل فهنا تعطينا تسو تسو هنا أنا ذاهب إلى المدرسة كما قلنا هنا إن إن دي شول أين هي إشكه إن دي شول هنا ستدخل إلى المدرسة لكن هنا إشكه تسو شول لن تدخل إلى المدرسة تذهب فقط مع أحد أبنائك أو أي شيء لتوصله إلى المدرسة أو أي شيء تقول تسو لن تدخل إلى المدرسة تقول تسو أو أي مكان هنا لدينا حالات خاصة لدينا بعض الحالات خاصة تعني أيضا إلى لكنها لكنها فقط ثلاث حالات سأعطيكم إياها الآن أو أو تعطينا أيضا إلى أو كما قلنا في الدرس السابق درس حروف الجر فأوف هي على 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 الطاولة أو أي على أي شيء فهي على وتعطينا أيضا إلى لكن فقط في ثلاث حالات هي البريد ليس بكلمة ليس بكلمة خاطئة أوف سكلا فهذه تبقى حالات خاصة البنك والبريد والمرحاة نقول أوف فهما كلهم بأمكن مغلقة مغلقة